الكريملين ليس هناك ما يزيد الأمر تعقيدا في العلاقات مع النمسا طبعا ده كان تعليق ديمتري بيسكوف اللي هو المتحدث باسم الرئاسة الروسية تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروسيين اللي النمسا ديتهم مهلة لغاية يوم 19 مارس ان هم غير مرغوب فيهم او غير مرغوب في وجودهم على الأراضي النمساوية واللي على إثره يعني وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير النمساوي يعني كل ما نقول يمكن يكون هناك الحالة في العلاقات النمساوية روسية هي أعلنت انها هيكون فيه استدعاء للسفير النمساوي 100% شايف العلاقات الروسية يعني بنقول احنا يمكن يكون هناك حالحلة لان يمكن نمسا تلعب دور بموقفها او دورها المحايد السياسي انها ممكن تلعب دور في هدئة الوضع او على الاقل لسلام محتمل طرأتك للخبر من ناحية يعني موضوع موضوع المشاكل الدبلوماسية الصراع الاوروبي الروسي بصراحة يعني عم يأخذ مناحي كل يوم منحة اكثر من الاخر يعني اليوم تم تسريب خبر صباحا بالأورف صراحة عن طريق اعلام داخلي او مخابرات داخلية او اعلام خلقون معارض داخل روسيا وقامت الوريف بنشره ونحن وانفوغرات ايضا قمنا بدورنا بنشر الخبر يمكن لم يصعفنا الوقت انه يكون موجود امامك على الشاشة قاموا يعني تسريب باسماء اولاء الاشخاص وهم فعليا ينحدرون من اجهزة استخبارات عالية المستوى في موسكو يضاف على ذلك ان سيد كارني هامر والسيد عفوا الكسندر شانبير وزير الخارجية قال ان النمسا يعني اوروبا اجمالا مقبلة على انتخابات اوروبية الانتخابات الاحاد الاوروبي اضافة للانتخابات المحلية داخل النمسا وهؤلاء الشخصين يقال ان لهم تواصل بشكل او باخر مع شخصيات محسوبة على حزب الحرية وبالتالي هذا يشكل خطر ما اسماء الاشخاص طبعا موجودة ونشرتها انفوغرات باسماء الحقيقية واجهزة المخابرات التي يتبعوا اليها اشخاص خطيرين للغاية ولماذا هم موجودين في النمسا ولماذا يعملون هنا وما هي المهام التي يقومون بها هذا من ناحية اخرى من ناحية تانية صراحة استاذ ممدوح انا كاحمد مرات تسألني اقمار الاصطناعية والطائرات وضون طيار والتجاهل هلأ كنا عم نحكي عم نحكي كلمتين عم بجانب التليفون بطلحط للك الاعلان اللي بدك يعني بصراحة هذا ليس اكثر يعني ربما يكون من منحة اخر يعني بدنا نحكيه بشكل رأي انه ليس اكثر من تضخيم اعلامي وديمتري بيسكوف بيسكوف طال انه لا يوجد داعي لتصعيد الوضع اكثر من اللازم انا لست مع الجانب الروسي باي حمل الاحوال هو جانب دولة 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 تدعم التطرف تدعم الارهاب وتدعم العنف وقامت بالاعتداء على دولة امنة وايضا دعمت ميليشيات ارهابية في سوريا يعني بصراحة ولكن هذا لا يعني ان تقوم النمسا المحايدة بان تقوم يعني بتصعيد غير مبرر ولكن اكيد الساس النمساويون لهم وجه انتظرهم بهذا التصرف الذي الذي هم قاموا حتما بدراسته وتقييمه وكما قلت يعني انه في البداية وزارة الخارجية الروسية ستقوم بتصدعاء السفير النمساوي طبعا يوجد بالسفارة النمساوية في موسكو 16 موظف يحملون الصفة لا قالوا كمان ان هما هم يتحدث الدبلوماسية نعم الدبلوماسية هات ما ستقوم روسيا بطرد عدد من الاشخاص يعني رد بصدق برضو وجهة نظر اخرى انه اعتقد الروسيين راضيين عن اللي بيقوم ببوتن يعني الانتخابات وانا شفت مبارح التحليلات اللي كان بيقوم بها ORF من المحللين ان الروس يعني هما بيؤيدوا او بيعيدوا انتخاب بوتن ماركو يوجد يوجد شريحة واسعة من الشعب الروسي صراحة يعني مع الاسف مؤسسين على طريقة معينة مؤدلجين المعالمين العربية يا استاذ ممدوح يوجد اشخاص مع الجهة هذه ويوجد اشخاص مع الجهة وانت ممكن تختلف مع هذه الجهة ولكن يوجد مئات الالاف من هذه الشعب لكن موجودون كيف هدولين وجدوا جاء ساحر بيجل لا هدولين تم غسيل دماغ ادمغتهم وافكارهم على مدى عقود فبالتالي حتما يوجد من يؤيد التطرف يوجد من يؤيد العنف يوجد من يؤيد الكراهية وال